وينضم إلينا من القدس المحتلة دكتور عكريم سابري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى مرحبا بك دكتور سابري أكثر من 900 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك هذا اليوم كيف تجري الأوضاع هناك الآن ومن الإجراءات التي تتخذها قوة الاحتلال تفضل بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمر المتوقع من سلطات الاحتلال بحلول أعيادهم فإنهم يستغلون هذه الأعياد المتعددة الكثيرة من أجل إثبات وجودهم والقيام باحتداءاتهم واقتحاماتهم وعربتتهم وتدديسهم للمسجد الأقصى المبارك وطبيعة الحال بحراسة مشددة لأن المقتحم اليهودي لا يجرأ أن يدخل الأقصى بدون حراسة لسببين أولا لأنه معتد وسبب الآخر لأن الأقصى ليس له وبالتالي فإن هذه الاقتحامات لن تكسبهم أي حق ولكن نقول ماذا عمل العالم العربي والإسلامي إزاء هذه الاقتحامات لماذا نترك لوحدنا لماذا نترك لوحدنا هل استطاعت الدول العربية والإسلامية أن تمنع مثل هذه الاقتحامات لماذا ينتظرون ولماذا هذه الخلافات فيما بينهم وأن البوصل قد انحرفت عن القدس وأدى إلى أن اليهود يصولون ويجولون في هذه المدينة المباركة المقدسة وأنهم تجرأوا على المسجد الأقصى باقتحاماتهم ولكن نؤكد ونقول بأن هذه الاقتحامات لن تكسبهم أي حق طيب دكتور عكرمة كيف تمت موجهات حركة الاقتحامية هذا سواء من قبل الفلسطينيين أو من دائرة الأوقاف الإسلامية أخت الكريمة نحن لا مجال لنا سواء ندعو إلى التواجد إلى شد الرحال إلى الأقصى لإعماره ولصد أي اعتداء يتعرض إليه الأقصى هذا ما نستطيع أن نعمله ولكن لا نستطيع أن نمنع الاقتحام أصلا لأن المقتحمين يدخلون بحراسة مشددة من قبل السلطات الاحتلال ولأن الدول العربية منحرفة عن القدس نعم الدكتور عكرمة سبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر